تعالوا رحبا للأهلي الأهلي كان في مباراة صعبة جدا 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 وهو اللي صعبها على نفسه أمام فاركو منذ قليل وانتهت المباراة نهاية ملحمية دراماتيكية هيتش كوكية كما يحلوا للأهلي ولعبته إن هم يلعبوا بأعصابنا دايما حتى الديئة مش تسعين حتى الديئة ستة وتسعين صحيح الأهلي هو مسترف سسبنس وهو سيد التشويق والإمتاع والإثارة وهو النادي صاحب اللي مقولة بتاعت بلاس تسعين بلا منازع لكن ما هو البلاس تسعين دي بتصاحبها توتر وضغط وسكر وحرقة عصاب وضغط داب وكل اللي انتوا عاوزينه لأنت بتستنى الحد ديئة ستة وتسعين عشان تحصد الثلاث نقاط رغم إن انت مستحقهم بامتياز من الديئة الأولى يعني اللي يشوف المباراة النهاردة بتاعت الأهلي وفاركو هي مباراة وان سايد جيم وان سايد جيم من الديئة الأولى للديئة ستة وتسعين لكن بشوية أخطاء بسيطة رجعت وفاركو يا لعبت الأهلي للمطش وفضل المطش محجر لحد ديئة ستة وتسعين لحد ما هدوء لعبت الأهلي وإصرارهم والحماس الرائع بتاع الجماهير لما الحكم المساعد رفع ست دقايق وقت بدل ضايع الجمهوري بتانا يشجع كأننا لسا في الديئة الأولى وده إيمان ويقين وعخيد الجمهوري الأهلي في إصرار لعبت الأهلي على الفوز وده أنا متهيق لي السبب الرئيسي بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى لأ شيل صورة محمد هاني أناس عشان ما زعلش منك عشان دي واحدة من الأخطاء بتاعت المطش النهاردة إنه مرسل كورا المعرفش معرفش ليه أو مين اللي فكره بالناشئ محمد هاني الناشئ اللي عنده 32 سنة قرار بيعتزل معرفش مين اللي فكره بمحمد هاني وخليه تحفن النهاردة بيه طول المطش الحقيقة حاجة صعبة جدا دفاعين وهجومين يعني أنا مش بقصه على اللاعب بس أنا بقول طول الوقت إنه لعب مقتهد مكانه في نادي آخر بدون ضغوطات وبدون مشاكل لكن هو مع النادي الأهلي حاجة صعبة لكن ما علينا طيب خلينا نكمل الأخطاء عشان لما أقول بعد كده الحاجات الكويسة بنقفلها لوحدها أنا في رأي محمد هاني خطأ طالما أكرم توفيق طالما أكرم توفيق حي يرزق طالما حي يرزق يلعب بوجهد يلعب عنده برد يلعب عنده ضم يلعب الحاجة الوحيدة اللي كان مع عدد صليبي ربنا ما يعيدها علي يا رب لكن غير كده يلعب برجل واحدة يلعب بصدع يلعب عنده مشاكل في البيت يلعب ما فيهش هزار أكرم توفيق يلعب يلعب روتيشن كل الناس تعمل روتيشن إلا أكرم توفيق لأنه جابها اليمنى بيبقى فيها مشاكل كبيرة لا أكرم توفيق ملعبش الخطأ التاني واللي رجع فاركو النهاردة المباراة الشناوي وأنا قلت الكلام ده من أسبوعين ومحدش سمع كلامي ومحدش سمع كلامي دي معناها على فكرة الجمهور قيد اللي أنا قلته على المواقع كل الناس قيدت اللي أنا قلته قالوا برافو عليك يا تامر صح الشناوي لازم يريح هو أنا بقول اقتلوه بقول تاوه فسحوه أنا بقول ريحوه يريح مطش ريح مطشين ياخد أجازة أسبوع كده خد الزوجة والأولاد وتفسحوا غير جو غير مود وارجع عطشان للكورة ومتحمس ومكانك موجود لكن فكرة إن مكانك موجود وإنت بتلعب وأداءك مش حلو هي دي المشكلة النهاردة الهدف من عندش الناوي محدش يقول لي الكورة صعبة وصروقت دي الزاوية الديقة ألف به حراسة مرمى اقفل زاويتك الديقة ومالكش نعوه بالبعيدة لو اللعيب حط الكورة بإتقن وإبداع في الزاوية البعيدة حاول عليها لو دخلت مش غلطتك يبقى برافو على اللعيب إنه هو جابها في السوكة البعيدة لكن يبقى انفراد بالجنح واللعيب يشوتها في نص الجون من الزاوية الديقة وحضرتك فاتح الزاوية الديقة دي جريمة في قوانين حراسة المرمى جريمة اسأله أي حد بيفهم فإيه اسأله عصابة الحضري أحمد ناجي كل العظماء اللي حرسوا مرمى الديقة المصرية حيقول لك زاوية الحرس هي الزاوية الديقة ما ليش دعوة هو حطها بعد كده فين مش غلطتي فالقصة يا شناوي انه عندك مشكلة في التركيز عندك مشكلة في التركيز انت بقى لك فترة مش مركز وكام جون اللي دخلوا في مصر وماتش اللي فات برضو كورة انت ومتولي بتهزروا مع بعض في ستة أرد بتهزروا مع بعض في ستة أرد جون بتاع فيوتشر اللي برضو فيوتشر ما يستحقش ربع نقطة في رأي وان سايد جيم والاهلي بس استهتر بعد ما اضطرت من فيوتشر اللاعب والاهلي جاب جون فحس ان المباراة خلصت ففضل مماشي اللاعب مماشي اللاعب لحد الغلطة دي في ديئة 80 وبتاع المطش فرط وربنا عقبهم لما جالوا بدرب الجزاء حتى أفشى اتقدموا ونلعبها خلاف التعليمات فبالتالي ضاعد عشان ربنا يقول ان السيستم واتباع التعليمات والاحترام هو الاساس وان ان انت بعد كده مستهضرش بفرقة مهما كان مستوها قدامك ادي الاخطاء السؤال بقى المهم رغم ان الاهلي من افضل الفرق تحقيقها للانتصارات ست انتصارات وتعادل او سبع انتصارات كده وتعادل مش عارف المهم كل انتصارات وفيه تعادل واحد اللي هو المطش اللي فاهم بتاع فيوتشر ومع ذلك جمهور الاهلي الان وفيه ناس حتى سألوني النهاردة بعد المطش قالولي ايه يعني احنا مش عارفين نبقى متطمنين ولا مش متطمنين الاهلي كويس ولا مش كويس المدرب كولر ده كويس يجي منه نتطمن بقى عليه وخلاص وندينه شهادة الاعتماد والجودة ولا لسه والحقيقة عشان اقول لكم رأيي بمنتهى الامانة وانتوا عارفين انا رأيي ماينفعش يتزايد عليه في حبي للاهلي يعني وخفي عليه اولا مارسل كولر انا رأي انه مدرب جيد جدا ما بقولش ممتاز لان الممتاز دي لازم بقى لما ان شاء الله ربنا يكل الجهوده هو والفرقة بالالقاب والبطولات لساعتها نقول عليه ممتاز زي موسيماني وزي مانو الجوزيه وزي الناس اللي صنع التاريخ وبطولات الاهلي لكن لحد دلوقتي هو مدرب جيد جدا ليه جيد جدا لانه لسه بدايات تعرفه مع اللعيبة واخرج افضل ما فيهم على مستوى برونو سافيو على مستوى احمد عبدالقادر على مستوى كريم فؤاد على مستوى محمود متولي اللي استعد جزء جميل بريقه وعلى مستوى كمان علي معلول اللي كان في نهاية الموسم اللي فات مستوى ابتدى يتذبذب دلوقتي علي معلول هو اهم العيد في الفرقة اهم العيد في الفرقة وصانع الالعاب والاسيستر الاول الاسيستر الاول في النادي الاهلي وفي الدوري المصري كله كله بتطلع من رجله جون بسم الله بشاء الله يعني ربنا يحافظ عليه فمارس الكولر جيد جدا النهاردة النادي الاهلي رغم ان المطشط عقربه لكن عايز اقولكم ان النهاردة الاهلي ادى اداء كويس جدا وانا الحقيقة بقولها اقول المرة المليون الناس اللي بتحلل وبتقيم بالنتائج ارجوكم ملكوش دعو بقرة القدم سيبوها ويمشو سيبوها ويمشو لان انتو بتعملوا حاجة منوش علاقة بالتحليل ايا كانت النتيجة يا سادة انت بتحلل اداء وفرص مش بتحلل نتيجة تحلل نتيجة ده لما يكون في مصحح سنوية عامة لكن النهاردة 96 دقيقة شوف كم فرصة على مرمى النادي الاهلي وكم فرصة للنادي الاهلي وانت تعرف الاهلي كان متسيد وبيلعب كويس وواصل للمرمى كل دقيقة دقتين فرصة خطيرة لكن كان فيه بعض عدم التوفيق في كتير من الفرص منها مثلا الجون التاني نتلغى بداعي التسلل فرق سنتي وربعة الفار مع ان انا يعني شاكك شوية في الخطوط لكن ماشي حمشيها نتسلل فرق سنتي وربعة وانفرد برونو سافيو وانفرد شريف قبليها يعني ولا بعديها يعني عندك سبع تمن فرص حقيقية كلهم جوان لما فرق تعمل عشرين فرصة منهم سبعة تمانية فرص حقيقية يبقى انت عملت مطش حلو ولما الاهلي يرجع لعدته ويبقى فيه اصرار في اللعيبة للبحث عن الفوز حتى ديها ستة وتسعين وربنا يكرمك ويجيلك الفوز يبقى برافو عليك مش تلام وان انت تبقى مضايع المطش اللي فات كافشة او واحد من الاسباب اللي ضيع الفوز مطش بسبب تسرعه في تسديد ضربة الجزاء وانهو ضيحها وتبقى واحد من نجوم المطش النهاردة وتلعب ستة وتسعين ديها كلهم وتجبر المدير الفني ما يخرجكش لان انت احسن واحد في الملعب وانت اللي رابط الخطوط يبقى برافو عليك كل دي ايجابيات فبالتالي لا تقلقوا الفرقة كويسة والفرقة ماسك نفسها ومدير فني انا رأيي انه هيجي مني خصوصا كل ما هيتعرف على امكانيات اللعيبة اكتر كل ما الدنيا هتظبط وطهر محمد طهر هيرجع من الاصابة والولد اللي انا مستنيه بفرغ الصبر اللي بحظه وحش قوي 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 الاسبه عمار حمدي عمار حمدي هيبقى حل ممتاز ممتاز في نص الملعب لانه بيدافع كويس وكمان على مستوى بقى الدريبلينج والاختراق والدخول في التمنتاشر فحيبقى بديل ممتاز ممتاز ان شاء الله كل اللي انا قلته ده كوم والكوم التاني هو رسالتي لمجلس دارة النادي الاهلي ما عن المدرب كويس واللعيبة عملة اللي عليها بشكل كبير لكن برضو انا بقوله الاسكواد محتاج تدعيم محترم في يناير الفرقة كويسة بس عشان نتطمن كاهلوية ان دي الفرقة اللي حتخش تاخد بطولة افريقيا ان شاء الله السنة جديدة ان احنا مش في احتمالية ان احنا نخسرها وان احنا نقدي اداء مش بقى مشرف اداء منافس في كأس العالم للاندية لان احنا ما بنروحش كأس العالم للاندية نزهة احنا بنروح اضعف الامان نجيب برونزية ونرجع اضعف الامان نروح ونجيب برونزية ونرجع فالمرة دي بقى حلمنا على الفضية وليه لا الدهبية بس عشان ده يحصل لازم السكواد يبقى تقيل تقيل يعني ايه يعني للمرة التانية انا بقوله انه لازم حارس مرمة تقيل ييجي يخوف الشناوي زي ما عملته زمان اما جبته نادر السيد اترعى بالحضري وبقى وحشة افريقيا بقى السد العالي لما نادر السيد كان عادله على الخط هي الكرة كده لكن طول ما هو عارف ان مصطفى الشوبر وعلي الاطفي هما اللي عادونه على الخط الشناوي حيبرطع رقم اتنين كولر وهو على حق هو كولر مش مقتلع لا بشادي حسين ولا بمحمد شريف ولا بحسام حسن بيعتبد عليهم اه لكن هو مش مقتلع من دول اللي يشيلوا هجوم النادي الاهلي وهو على حق التلاتة ينفعوا بدائل انا بقولش مشوهم التلاتة حسام حسن وشادي حسين ومحمد شريف التلاتة ينفعوا بدائل للمهاجم الرئيسي مين بقى المهاجم الرئيسي هو ده اللي لازم يجي في يناير قولا واحدا لازم يجي في يناير مهاجم سوبر مهاجم مهاجم اللي هو على شكله تعماد متعم وفلافيو دول هما دول من بعدهم احنا تعبنا اوه تعبنا اوه 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 كمال شوفنا بقى حاجات صعبة اوه مش محتاجين نعيدها بقى ربنا كما يكرم الاخ مروان محسن فبالتالي الاسكواد لازم يتعدل بحرس مرمى قوي ومهاجم سوبر وانا في رأيي ان كولر طالب من قدارة الاهلي على الاقل مهاجم السوبر ده لا غنى عنه لا غنى عنه لكن انا بقول لكم اطمئنه ويمكن سبب القلق انه الجمهور ما عندوش ظرة يعني تقبل للحظة ان الدوري ممكن يضيع لت سنة التالتة او ان افريقيا ممكن ما تتخدش لانه من الكاس سبك من الكاس الكاس ده الجمهور الاهلي ميفكرش فيه لكن الدوري انه ضع سنتين تقيلة على جمهور الاهلي فبالتالي الاهلي يضمن الدوري وبعدين انا بقول لك برضو لازم نرجع في افريقيا السنة دي ان شاء الله ان شاء الله تبقى الحداشر بامتياز باذن الله باذن الله بس نكمل الاسكواد عشان تبقى فرقة لا تقهر افريقيا ونشرف ونرفع راس مصر وافريقيا والنادي الاهلي باذن الله في كأس الاعداد الاندي اشتركوا في القناة